هنروح لأخبار المحلية وبرضه هنتديها بكرة اليد والمنتخب المنتخب عنده توقف هيعمل وديات قوية لمنتخب اليد استعدادها للمشاركة في أمم أفريقيا بالمغرب المنتخب الوطن للكرة اليد هيستعد بطول الكأس الأمم الأفريقية اللي جاية واللي هتتلاقي في المغرب بأحسن شكل واستعدادها هيكون قوي جدا المنتخب يبدأ فترة أداده بمطشين جمدين جدا قدام مقدونيا يوم 4 أو 6 نوفمبر اللي جايين وبعدها هنشارك في بطولة دولية والديها في قطر في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر اللي جاي مع اليابان وقطر وبعدين نرجع مصر نلعب مطشين مع البحرين يوم 3 أو 5 يناير والمنتخب يختتم استعدادات الأمم أفريقيا بدورة قوية مع أقوى منتخبات العالم في فرنسا 7 يناير اللي جاي واللي هشارك فيها مين؟ ألمانيا الدنمارك فرنسا والإضافة لمصر ومن بعدها هيطلع المنتخب على المغرب عشان يلعب بطولة أفريقيا واللي هتتلاقي في الفترة من 13 إلى 24 يناير اللي جاي وده اللي بيميز منتخب اليد دايما هقول منتخب اليد بيطلع يعمل مطشات ودية مع فرق ليفل 1 وده استعدادات لو أنا بشوف المطشات دي ومعرفش هم بيستعدوا ليه هقول لك ده رايح بطولة عالم لأ ده راحين أفريقيا بيستعدوا لبطولة أفريقيا كانهم راحين بطولة عالم يا جماعة يا جماعة يا مسؤولين الاتحادات مش عايب نتعلم من اتحاد كرة اليد ما ينفعش منتخب مصر يطلع بره مصر يلاعب فرق مجهولة منتخبات مصر تطلع بره تلاعب منتخبات قوية الاحتكاك ثم الاحتكاك ثم الاحتكاك قد يعودك الكثير منتخب تونس في كرة السلة بيطلع بره يحتك مع منتخبات شفت له أنا على اليوتيوب مطش كامل مع كرواتيا وما أدرك ما كرواتيا وتلع معهم كلوس جيم عشان كده تونس في حتة تانية يا جماعة الاحتكاك ومش هيكلف كتير يعني الموضوع ما بيكلفش كل كم شهر ولا شهرين اعمل معسكر زي ما شايفين بطولات اربعة ايام هتكلف ايه مش هتكلف حاجة بس هي عايزة ارادة عايزة ارادة يعني احنا نفسنا نشوف ده في كل الاتحادات السلة والطيرة اليد ماشي كويس واحتاجة الاحتكاك فين الاحتكاك ونتمنى وزارة الشباب والرياضة ترجع من جديد تشوف وتناقش فين يا جماعة انتو ما تعملوا ايهات والكلام دورونا نشوف الاعداد شكله ايه عشان في الاخر نلقى نتيجة زي منتخب كرة اليد وده من الصعب مصر مليانة كفاءات وقيادات ورجال فعلا يستطيعوا ان هم يحققوا المجد المصر في رياضة زي ما بيتحقق دلوقتي في كل المجالات